وعليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على هذه القناة التي من خلالها استطعنا أن نعرف الحقائق المخفية التي حاول الجميع وإخفاءها الحمد لله والشكر لله أريد أن أسألكم سؤالا هل الصلاة والوضوء التي يصليها الشيعة ووضوءهم هل هو عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل هو الحقيقة لأننا نحن منذ صغرنا ونحن نصلي صلاة أهل كما تقولون أهل أبو بكر ولا أعرف هل هذه الصلاة هي الحقيقية أم صلاة الشيعة والوضوء هل يمكن أدلة من كتب يعني هل هناك أدلة من كتب العهل عليه السلام رضي الله عنه وأهل البيت هل هناك أدلة يمكن لك أن تطرحها لنا وأشكرك جزيل الشكر وبارك الله في علمك بارك الله بكم وموفقكم إن شاء الله نعم الأدلة متوافرة وفرة عظيمة وكل ما على الأخت الفاضلة أن تستمع إلى على سبيل المثال سلسلة فقه العترة الميسر فقه العترة الميسر هناك ذكرنا بعضا من الأحاديث الشريفة التي تدل على صفة الوضوء الصحيح وصفة الصلاة الصحيحة كما أثر عن أئمة أهل البيت الأطهار صلوات الله عليهم عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله ولك يا أختنا الكريمة أن تعرفي أن الوضوء البكري والصلاة البكرية باطلان بمراجعة القرآن الحكيم من جهة ومراجعة السنة النبوية من جهة أخرى حتى التي رووها هم هم رووها يعني أحاديثهم أول ما يلاحظ عليها أنها متضاربة متضاربة المضامين اقرأي مثلا في أحاديثهم عن كيفية الصلاة تجدينها متضاربة تضاربا فاحشا إلى الحد الذي يجعل أهل مذاهبهم الأربعة محتارين في كيفية ضبط هذه الصلاة كما وقع النزاع بينهم مثلا في صيغة التشهد على سبيل المثال صيغة التشهد عندهم تقريبا ستة صيغ مختلفة وهم وقعوا في حيرة كبيرة أمام هذه الصيغة المختلفة أنه أي منها كان هو تشهد النبي صلى الله عليه وآله في صلاته لا يعلمون بل حتى الأذان والإقامة اختلفوا في فصولهم اختلافا مريعة هل تعلمون مثلا أن الأذان عند مالك وعند المالكية بتثليث الشهادات يعني ثلاث مرات واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ممرتين كما هو الأذان الرائج هناك من ربع الشهادات ذات مرة نقلت في بعض محاضراتي السابقة على ما أتذكر أربع أو خمس صيغ للأذان والإقامة عندهم كل أهل مذهب كانوا بأذانهم فرحين وبإقامتهم فرحين أذان عجيب إقامة عجيبة كل واحد له طريقة يعني في الأذان والإقامة هذا الاضطراب وقع عندهم لماذا لأي سبب وقع عندهم هذا الاضطراب لأنهم ليس لديهم اتصال حقيقي برسول الله لأنه بالله عليكم لو كان هؤلاء لهم اتصال حقيقي برسول الله عن طريق أصحابه كما يزعمون فهل يعقل أن أصحابه هؤلاء ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر أو هذه الأوامر التي كان يكررها يوميا خمس مرات يعني معقول الأذان خمس مرات الإقامة خمس مرات في اليوم الصلاة خمس مرات في اليوم معقول مع هذا التكرار اليومي على مدى سنوات طويلة ما تعلموا ضبط الأذان وضبط الإقامة وضبط الصلاة وتشهد الصلاة معقول هل هذا ممكن واحد يجر طول واحد يجر عرض واحد يقول الأذان هكذا واحد يقول لا الأذان هكذا واحد يقول ما أدري الإقامة هكذا الصلاة بهذه الكيفية واحد يقول نصلي هكذا واحد يقول نصلي هكذا أشياء عجيبة وغريبة معقول هؤلاء ما تعلموا هذا الأمر واحد من أمرين إما هناك انقطاع في الاتصال يعني هذا الاتصال كاذب لا يوجد اتصال حقيقي الاتصال الحقيقي عن طريق أبناء رسول الله أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليه عن رسول الله كلمة واحدة الأذان هذا هو الأذان لا أذان ثانيا إقامة هذه هي الإقامة الصلاة بهذه الكيفية هذه رواياتنا بإمكانك أختنا الكريمة مثلا أنتوا طالعين الكتب مثلا كتاب التهذيب مثلا تهذيب شيخ الطائفة الطوس في هذه الروايات الأحاديث التي تحكي صفة الصلاة والأذان والإقامة وبتفصيلاتها بتفريعاتها تلاحظ وضوحا واتصالا واضحا برسول الله صلى الله عليه وآله فإما أن يكون هؤلاء أهل الخلاف ليس لديهم ذلك الاتصال وإما أن يكون الذين يعتمدون عليهم في الاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا منافقين أو منحرفين بحيث مهتموا بالصلاة ما يأتون الصلاة إلا وهم كسالة وما حفظوا شيئا أو على أدنى تقدير إنهم مجموعة من الأغبياء بحيث الفعل الذي يكرره النبي يوميا خمسة مرات ما حفظوه إلى هذه الدرجة فكيف يمكن الاعتماد عليهم يا أختنا الكريمة إن التفصيل في مثل هذه المسألة يحتاج إلى ساعات بالمناسبة حتى نعرض الروايات والأدلة لا يسعون ذلك أرجو أن ترجعي لفقه العترة الميسر وإلى ورقة بحثية مهمة يا ليت الأخوة في المكتب يسعفونني في عنوانها كانت تعليقا على ضجة افتعلت في مصر على مؤذن مصري أذن بالأذان الشيعي ما تذكر عنوانها في هذه الورقة الجزء الثامن عشر والسابع عشر من لا تغتر بمن يسمون الصحابة صحيح الأخ يقول الجزء الثامن عشر السابع عشر والثامن عشر من سلسلة لا تغتر بمن يسمون الصحابة وهذه السلسلة يا أختنا الكريمة جيدة أن تطلي عليها بأكملها كتبيها لا تغتر بمن يسمون الصحابة طالعيها بأكملها إنه فيها كثير من التفصيلات وكذلك سلسلة أخرى بعنوان الاعتوار في المذاهب المبتدعة ذكرنا هناك أمثال هذه الروايات يعني هذه رواياتهم الفقهية يعني في الأحكام سواء صلاة صيامة اللي يكون عبادات معاملات وأظهرنا هذه التناقضات والتضاربات الفاحشة وهذه الجزئين كما أبلغت الآن السابع عشر والثامن عشر من السلسلة الأولى لا تغتروا بمن يسمون الصحابة تكشف لكم تكشف لك عن الكلام في الأذان مثلا وفي الصلاة ونحو ذلك حاصلوا القول إنا لما نتتبع نجد أن روايات أهل البيت عليهم السلام حددت كيفية صلاة النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام بدقة والوضوء كذلك والأذانة والإقامة بل وحتى تعقيبات الصلاة ومستحباتها والنوافل اليومية ونحو ذلك كل شيء دقيق وواضح عندنا ولما نرجع إلى روايات أهل الخلاف فأولا لدينا قاعدة تقول أن رواياتهم الأصل فيها الشك لأنهم ثبت أنهم يتلاعبون ويزورون ويحرفون مع هذا نجد أن رواياتهم في هذا الشأن في صفة الصلاة في الوضوء في الأذان والإقامة ونحو ذلك روايات متضاربة وهذه بحد ذاتها تدفعنا إلى أن لا نعتمد عليها ثم نجد أن بعض ما صح عندهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتوضؤون كأمير المؤمنين علي عليه السلام في الرواية التي ذكرناها في هذه الجلسة ردا على الأخ من أفريقيا أو جوابا على سؤال الأخ من أفريقيا هذه الروايات ذكرت صفة وضوء صحيح نعتمد عليه نحن الشيعة صفة صلاة صحيحة نعتمد أو نقوم بها نحن الشيعة فكل ذلك يقودنا إلى الحكم بهذا الحكم أن أذان المخالفين باطل وإقامتهم باطلة ووضوءهم باطل وصلاتهم باطلة والأذان والإقامة والوضوء والصلاة الصحيحة إنما هي عند أهل البيت وأتباعهم عليهم السلام حصرا هذا خلاصة الكلام